ده خط تحت المضافئ ليه؟ في الجمل الآياتية ثم اضبطه استمعنا إلى شرح المعلم يا طرفين المضافئ ليه؟ نرجع مع بعض كده أن المضافئ ليه كان عبارة عن إيه؟ كنا بنلاقي كلمة معرفة غالباً اللي هي المضافئ ليه؟ جاي بعد كلمة نكرة وبتكمل المعنى بتاعها وقالنا الكلمتين بيعبروا عن حاجة واحدة زي ما قولك غطاء القلم هو حاجة واحدة جاي في كلمتين لو قلت لك غطاء بس انت مش عارف أي غطاء لكن غطاء القلم وضحت لك معنى كلمة غطاء خلاص؟ ركز بقى كده معي شرح المعلم استمعنا إلى شرح المعلم يا طرفين المضافئ ليه هنا؟ ممتازين كلمة المعلم طيب عايز بعد كده أكتبها مضبوطة بالشكل كلمة المعلم فهكتب كلمة المعلم بالشكل ده كده؟ المعلم مفرد وإن جامع المفرد وجامع التكسير وجامع المؤنس السالم بيبقى مجرور أحسنتم بالكسرة يبقى المضافئ ليه لو جالي مفرد جامع تكسير جامع مؤنس يجرب الكسرة رقم بقى حروف اللغة العربية 28 حرفا ويقول لي فين المضافئ ليه هنا؟ حروف اللغة يبقى اللغة العربية كلمة اللغة دي مضافئ ليه؟ واكتب كلمة اللغة بالشكل ده اللغة هنا مفرد فيبقى مضافئ ليه مجرور وعلامة جرهي؟ الكسرة فحط الكسرة في نهاية كلمة اللغة رقم جيم عربات القطار ممتلئة يطرى فين المضاف إليه؟ هنلاقي عندنا كلمة أحسنتم زي ما كلكم قلتوا القطار لإنها بتكمل معنا كلمة عربات طيب القطار هكتبها مضبوطة بالشكل فهكتب القطار بالشكل ده وحط الكسرة تحت الرأ رقم دال أشجار الزيتون جميلة فين المضاف إليه في هذا المثال؟ ممتازين كلمة الزيتون لإنه لو قلت أشجار جميلة يطرى الأشجار أشجار إيه؟ البرتقال أم الفراولة أم الزيتون أم؟ ما حد يجليش إذن الزيتون هو المضاف إليه بتاعي في الجملة؟ وتحتها كسرة كده بالشكل ده لأنه مضاف إليه مجرور وعلامة جريه الكسرة طيب رقم ها بلاد العروبة كلها بلادي يطرى فين المضاف إليه هنا؟ ممتازين بلاد العروبة يبقى كلمة العروبة هي المضاف إليه؟ مضاف إليه مجرور وعلامة جريه الكسرة لأنه مفرد من خلال تطبيق مدرستنا بلوس مدرستنا مستقبل يبدأ الآن